أنا أحكم محكمة في الإمارات لا سلطانة لنا عليها الله يفقعوك نعم بس أنا عندي ملاحظة أرجو أن ينتبه لها لأن الحين أول شي أنا لاحظت وسألت ما عندي تويتر وسألتهم الرابع رابع الأخوان وقفين مياه أمر مفروق منها أشوف رابع حشد وحشر ومش عارف منه وكذا خرمس ولا واحد يأتي بسيرة ولا واحد متحكي ولا واحد فاتح لجا لليش نصدر لسباب يعني لو صارت بالكويت لو هذا الحكم صادر علينا بالكويت كان صارت مناحة بكل عائر كان دق سدر في الطرق الرئيسية على السالفة مثل هذه الإمارات هذا محمد بن زايد يدوس على روسهم فبالتالي ما حد فيه متحد شيء والشغرة الثانية نصهم هذولا ربعة قولوا لأخواني خافوا يروحون هناك بس هذولا ربعة حشدهم وحشدوا الخرابيط هذولا كل ويكند في الإمارات نزيل وناسه وتراث بعد وين وطوطون اللي يفتحوا لحلوجهم فبالتالي مصالحهم غلبت على كل مبادئهم وعلى كل ناس اللي وكمي إياهم والكلام هذا ما وجه حق مباركة ويلا هذا بالنسبة لي لا يعني لي أنا وجه للناس للجمهور شوفوا ربعكم واللي بيقودونكم في دروب التهلكة زي ندزون الناس هم على نفسهم لا يا حبيبي وتحدى أي واحد فيهم أن يتكلم ويرد عليه الأخوان نزيل أحط لك واحد القحطاني هذا شسمه واحد معي القحطاني هذا يشتغل بالدولة ويسيب الدولة وكل ويا مبارك داهم القحطاني أو شي نزيل يلا خلي يرد ويحتج على الإمارات أتحدى جدام جمهورة ما يرد لأن يعرشعه شي نزيل بس يعني هذه الملاحظة ما التي نزيل 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 وإن هذا الحكم في الإمارات نعم نزيل والحكم لون نصادر في الكويت كان شنو ردت الفعل مالة ربعة نزيل نزيل شنلقين الحين أحمد السعدون وانتيال حمد المطر وقيرا يلع العون بكل صوب الأخوان قلت لك قصبا عنهم يكتبوني ويكتبوني يا صاحبهم بس البقية أنا أنت تقول أن الحكم صادر ربعا بإمارات ما تتكلم بينما الأول حكم في الكويت يعني إصغاطك في تحدث في هذا الموضوع لنشهود شواهد على هذه ولا أسباب ليس يعرف ربك خلينا نتكلم في هذا الموضوع ليش دائما لما تصدر أحكام غضائية من الكويت نرى هناك بشكل مباشر أو غير مباشر طعن في الأحكام وتشكيك في الأحكام غضائية لأن أنت بالنهاية حكم أبوي يرأف هم ما يشوفون الرأفة ويرون في الرأفة ضعف إلى أن يهم الكف على إيوههم مثل ما حدث حق مجموعة في رأفة هنين في الإجراءات وفي المعاقبة أو في غيرها محاولة ستر على أخطائهم هذا ما يجب أن 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 يجب